لكن اليوم ما حدث اليوم مصيبة يعني دائما نقول احنا في الفترات الاخيرة والسنوات الاخيرة خيرها بغيرها ما علي المرة الياية ليمت هذا الوضع اللي قاعد يحدث اليوم يعني لرياضة الكويت يعني لهذا التاريخ اليوم احنا ترى اخر المجموعة يعني يعني احنا يمكن نحمد ربنا ان المنتخب السعودي كان ملاعب بلاعبين الاساسي مبلعبين الهلال لكنه يمكن حتى ما حصلنا النقطة واحدة اليوم الوضع استيعام يمكن في كل ما حدث اليوم ويمكن النقطة الايجابية الوحيدة هو الجمهور الكويتي امانا اهو النقطة المضيئة ويمكن يعطيك بارقة امل هذا الحماس الجماهيري اللي يوم طيارات وغيرها من اجل تشجيع الازرق ايضا اللاعبين قد يكون هناك في جزء يعني كلوم عليهم لكن هي في المنظومة في الاتحاد الكويتي لكرة الغدم في رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة الغدم في اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة الغدم في الجهاز التدريبي في الجهاز الفني في كل شيء للأسف كل مرة نقول يلا خيرها بغيرها بس يا جماعة يبقى منتخب الكويت سمعت بلد لازم ان تتضافر الجهود حتى ننتفض من اللي احنا اللي قاعدة يصير فينا شوف الدول اللي حوالينا معقولة ما في شيء راح يحركنا من اجل هذا المنتخب من اجل اسم الكويت يا جماعة احنا من كنا ابطال اسيا من اول فريق وصل كاس العالم في عرب اسيا وصلنا لهذه المرحلة اليوم من الانهزامية وحتى في كل بطولة دايما نتكلم والله احنا مداشر للمنافسة والله احنا ظروفنا كذا وكذا وكذا يا اخي شوف الدول اللي حوالينا شوف العراق شوف سوريا شوف غيرها ظروفهم اسوأ من ظروفنا لكن قاعد يحققون شيء قاعد يحققون انجازات للأسف وما ندري منه يتحمل المسئولية يعني ذاك اليوم طلع الشيخ احمد اليوسف يقول والله ما حد يتحمل المسئولية اذا انا رئيس اتحاد كويتي لكرة الغدم واحنا كاتحاد كويت المنوط فينا مسئولية الارتقاء في كرة الغدم في الكويت وفي المنتخب الكويت ما انتم مسئولين عايز من المسئول من المسئول وزير الشئون مسئول ولا وزير التربية هذه كارثة يعني والله ما يحدث اليوم عندنا للأسف واصبحت سمعة منتخب الكويت شيء عادي يمرمرو الكرام واصبحت الانهزامية حتى تصريحات المسئولين في كل بطولة يعني في التصفيات المزدوجة يقول والله احنا ما احنا ان ننتهل لنهائيات كأس العالم مو بالضرورة يعني مو مهم احنا بس ممكن ننتهل تصفيات آسيا معقولة دائما صرح حتى بطولة الخليج والله يمكن من يتابع التصريحات الاولى احنا ميايين للمنافسة اخلقوا حتى الروح الانهزامية لدى اللاعبين للأسف للأسف وبالنهاية راح نقول خيرها بغيرها وان شاء الله المرة الياية ونفس الامور اذا لم يحدث هناك نفضة وهناك اهتمام في الرياضة للأسف وانا اعتقد الرياضة كانت لنا درس في مبارات السعودية فرحت شعب كامل في مبارات وحدة في مبارات وحيدة وفوز قد يكون يعني في امور وظروف معينة حدثت له فرحت الكويت كلها نتمنى من المسئولين الاخوان في الهيئة العامة للشاب والرياضة نتمنى من الاخوان في الاتحاد الكويت للكرة القدم يكون عندهم المسئولية ويتحملون ويقولون احنا يبقى نقدم استقالتنا واحنا مقدمين استقالتنا واحنا يبقى ما قدرنا وفشلنا في مهمتنا مو عيب احنا نتمنى ان يكون هناك تحمل للمسئولية